موسيقى 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 السلام عليكم معكم طارق الجاسر واليوم أنا مخصص هذا الفيديو لرواد الأعمال أصحاب المشاريع المنتجات اللي حابين يعلنون عن منتجاتهم في منصات التواصل الاجتماعية اختيارك لمنصات التواصل الاجتماعية يخليك تستهدف كل مستخدمي ورواد هذه المنصة يعني على سبيل المثال وأنا جبت مثال في هذا الفيديو عن السناب شات وسبب اختياري للسناب شات أنه منصة الإعلان عندهم سهلة جدا وجربتها وحققت لي انتشار لبعض المنتجات بالإضافة لسهولة التعامل معها تقدر تحدد أهداف لحملتك الإعلانية بالإضافة أني قرأت إحصائية أنه 8 من 10 أشخاص يفضلون الإعلانات الطولية أكثر من الإعلانات التي تجينا بالعرض كان فيه بنفس الإحصائية أنه 8 من 10 أشخاص يكون الإعلان مؤثر فيهم أكثر من بعض المنصات بالإضافة أنه منصة السناب شات الآن تعتبر تريند وكثير من المشاهير موجودين عليها وكثير من المتابعين وهذا اللي يخليها تنتعش أو منتعشة خلال 24 ساعة تقدر بنفسك تدخل على المنصة وتعلن وتوجه إعلانك على الشرائح اللي أنت تبغى يوصل لها فبنمشي خطوة خطوة بندخل على منصة السناب شات وبأوريكم الآن نبدأ في تسجيل ads.snapchat.com بعد ما ندخل على ads.snapchat.com لازم يكون عندك حساب على السناب شات نروح في البداية على manage ad نضغط عليها ونختار create ad يقول لك تبغى instant create ولا advanced create على سبيل المثال عندك متجر إلكتروني عندك منتجات عن طريق الويب سايت عندنا local place اللي هو يعتبر مكان مخصص زي عندك coffee shop عندك مطعم عندك على سبيل المثال متجر في عندنا تحميل التطبيقات نختار على سبيل المثال visit website الآن نضغط next وبحمل فيديو مدة عشر ثواني فقط وأرفقه في مقطع كإعلان يظهر لكل المتابعين أختار الآن next بعد ما رفعت مقطع الفيديو اللي مدة عشر ثواني ونشوف وش بيطلع لنا تبغى هل هو موجه خصوصا أنه في بعض المنتجات تكون موجه للجميع أو لكل الجنسين أو للذكور أو الإناث فقط تبغى الأعمار ما بين كم وكم في الشباب نقول 25 إلى 35 لكل الأعمار ونختار اللغة نختار فقط اللغة العربية نبغى إعلاننا يظهر في المملكة العربية السعودية تبغى إعلانك على طول يظهر أو تبغى مجدول كم تبغى البجت عندك كاملة هذه تبغاها يوميا أو تبغاها البجت على طول على سبيل المثال لو قلنا أننا خصصنا ألف دولار مثلا وتكون ما بين فترة وفترة معينة يبدأ فيها هذا الإعلان نختار publish وعلى طول بيطلع الإعلان لازم يمر على إدارة السناب شات حتى يوافقون لك على هذا الإعلان الحين يعني أنا عطيتكم أحد الأمثلة كيف أنت تضيف إعلانك على منصة السناب شات طيب كيف تتابع إعلانك على منصة السناب شات بوريكم وحدة من الحملات اللي أنا سويتها وكانت بالنسبة لي يعني من الحملات الناجحة على سبيل المثال أنا صرفت عليها زي ما تشوفون تسعمية وثلاثة وعشرين دولار جابت لي تقريبا الألف دولار فيها تقريبا مليون impression يعني جابت لي إلى سبعمية وثلاثة وثمانين ألف هذا الإمبريشن كان في بعض الأيام يجيني بيك عالي جدا وإن أدخل وإن أدخل وإن أدخل وإن أدخل أدخل وإن أدخل أدخل بعض التارغت أعدل وأحسن في الإعلان عدد اللي رفعه الشاشة تقريبا ثلاثة ألف وسبعمية وواحد المنصة فيها تفاعل جدا بالإضافة أنا إيش اللي عجبني أكثر شيء أنه أنا أدير البزنس الخاص فيني وأنا أدير إعلاني بنفسي حاولت أني أختصر في هذا الفيديو حتى يستفيد منه رواد الأعمال أصحاب المشاريع الأشخاص اللي يبحثون عن طريقة الأمثل في وضع إعلاناتهم وكيف هما بنفسهم يختارون المنصة يدخلون عليها وينشرون إعلاناتهم فيها أتمنى أني أفدتكم وأتمنى التوفيق لكم ولي كافة مشاريعكم هذه أطيب تحية كان معكم طارق الجاسر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر